ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكالهدف من هذا الاجتماع هو إطلاع المعلمين على خطط وزارة التربية والتعليم لتطبيق عمليات تدريب الطلبة على أداء امتحاني الآيلتس والتوفل في الفصل الدراسي الثاني طبعا هذا القرار من وزارة التربية والتعليم أتى بعد دراسة لأهمية تقديم هذا التدريب للطلبة على الأقل للطلبة المقبلين على التخرج بما يساعدهم في الواقع على أداء هذه الامتحانات بشكل رسمي بعد التخرج وفي نفس الوقت مساعدتهم على تأمين قبول في الجامعات المحلية والخارجية وفي نفس الوقت الإعفاء من البرامج التمهيدية لهذه الجامعات الامتحاني التوفل والآيلتس طبعا يعتبران مقياسان أساسيان للمهارات في اللغة الإنجليزية ويعتبران مفتاح للقبول في الجامعات وأيضا في نفس الوقت لمختلف المهارات الحياتية التي تتطلب أساسيات اللغة الإنجليزية النظام التعليم في مملكة البحرين يقدم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتداء من الحلقة الأولى ولنهاية المرحلة الثانوية ومخرجات النظام التعليم في مملكة البحرين في اللغة الإنجليزية على أقل تقدير متميزة جدا ولكن هذا التدريب لهذا النوع من الاختبارات سوف يزيد من قدرة الطلبة على التحصيل العلمي وعلى الاستعداد للمرحلة الجامعية أعتقد إضافة برامج الأيلتس والتوفل راح تساعد الطلاب من ناحية اللقوية ومن ناحية المهنية بعد ورح تهيئ لهم دخولهم للجامعة وسوق العمل وبعد فوق ذي نقدر نقول أنه حتى هيئهم بعد خارج البحرين إذا كانوا يدرسون أو يدربون براء أو حتى يشتغلون